إذن نتطلع إلى أن يكون حضور اليابان في حفل افتتاحي بارزاً بما يعكس حجم التعاون بين البلدين حتى خروج ذلك المشروع الهام إلى النور السيدات والسادة قد استعرضت مع السيد هياشي تطورات العلاقات بين البلدين ولعل من أهم تلك التطورات هو استقناف تشغيل الرحلات المباشرة لشركة مصر للطيران بين عاصمتين البلدين في 14 سبتمبر الجاري وهو الأمر الذي نتطلع إلى أن يعكس بشكل ملحوظ على حركة السياح اليابانية إلى مصر وعربته كذلك خلال نقاشي اليوم مع السيد وزير الخارجية اليابان عن سعادتنا لاستقناف تدفق الاستثمارات اليابانية إلى مصر وتطلعنا لتشجيع شركات القطاع الخاص الياباني لدخل مزيد من الاستثمارات في المجالات الواعدة المتاحة سيدات والسادة لقد تبادلت مع السيد وزير خارجية اليابان الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك قد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات ولا سيما التباعة الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية تبحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية لا سيما القضايا الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن كما أطلعت وزير الخارجية على اتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالشأن السوداني وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في 13 يوليو من هذا العام وبشكل عام فقد برهنت المباحثات على تقارب الرؤى البلدين اتجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية حيث اتفاقنا على مواصلة التشاور والتنسيق كما ثمن كل من الجانبين التأييد المتبادل الذي يوفره للآخر في المحافل الدولية المختلفة وإزاء الترشحات الدولية واستمرار العمل على بلورة مزيد من مجالات التعاون سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية يسعدني في الختام أن أؤكد مجدنا لسيد هاياتشي حرص مصر على تعزيز وتعميخ التعاون مع اليابان بما يعكس تميز العلاقات السياسية بين البلدين وثقتي في توفر ذلك الحرص وبذات القدر لدي دولة اليابان الصديقة إذ أجدد الترحيب بضيفنا العزيز والوفد المرافق لما عليه متمنيا لهم إقامة سعيدة في مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا